إنه قد كثر في العاونة العخيرة الحديث عن الرضاء وبما يثبت ومذاهب وأقوار العلماء فيه لماذا كثر الحديث لأنه هناك ظاهرة اجتماعية أقول اجتماعية بمعنى أن أسرة لها أولاد ولها تاريخ ولها حياة بين عشرة وضحاها تأتي مرأة ويأتي رجل ويقول متراضعين فيتفرق البيت الزوجان أو تكون فيه وسوسة بينهما ويتبدأ مرحلة من المشاكل وهي حقيقة هذا النوع من أسواق طاري لأن الغالب على أن الذين يدخلوا على الناس يقولوا على الناس فلانا وفلانا متراضعين الغالب أنهم لا يريدون بهذا وإن شاء الله قلت الغالب لأنها مدى تفرق بين المرء ويسوسة أسواق أو شيء من الورع اللي ما من نريع عليه ما علينا هذه أمور من الدين يقال أو لا يقال العضرة بالدليل الرضاء بما يثبت ما يثبت بشهادة النساء مئة امرأة هذا لا يثبت الرضاء لا يثبت الرضاء إلا بشهادة رجلين رجلين من المسلمين عاقلين بالغين عدلين إذا الشهداء على أن فلانا وفلانا متراضعين فهذه شهادة لكن إيش حالثاك لا يكفي أن يقول رجلاني إن عامران وهند متراضعين كيف ذلك لأن الرضاء لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال يجب أن يعقل هذا ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أقوال في الرضاء القول الأول قليله وكثيره سواء كالوطع والدليل هؤلاء أنه قد شاء في القرآن مطلقا رضاء ومن السنة حديث عقبة بن الحارث قال تزوجت بنت أبي إهاب فجاءت امرأة وقالت قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال خلها أنا خلها أنا كيف هو قد غيد فجنح بعض العلماء من الصحابة والتابعين وهذا هو المروع عن علي وابن عباس ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وزهري وهو مشهور ومذهب مالك على أنه قليله وكثيره سوا المذهب الثاني ما أثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصة تاني حديث من الفضل وحديث عائشة قالوا معناها عن ثلاث رضاعات يحرمنا لأن قال الرضاع ثاني ما يحرمنا الصحيح من أقوال إهل العلمي يا يقواني وهو الأقوى وهو الراجح على أن الرضاع ما يثبت الله بخمس رضاعات معلومات متفرقات يشهد عليها رجل آمن هذا هو مذهب عائشة أنت الصديق من المؤمنين رضي الله عنه وهو مذهب عبد الله بن مسعود وهو مذهب عبد الله بن الزبير وهو الذي عليه عطاء وطاوس وشفعي وابن حزم وهو مشهور مذهب الإمام أحمد وبه أقول أنا أحمد بن شاه الرضاع ما يثبت إلا بخمس رضاعات معلومات لكن أخرين قال لأنه لأنه هو لكي ننقل أمرا وهناك شيء قال للبراءة الأصلية الرواية كانت محرمة أو كانت مباحة فهذه ما تنتقل من الحرمة وهذه لا تنتقل من الباحة إلا بدليل ولا يكفي أن تجي فنقول للناس اللي كلها يجي لما زوجها لزمن يفرق براءة وزوجها نقول لهم انتقلها في أنفسكم إلا جاءت مئة امرأ وقالت رضعت ما يثبت ما يثبت ونقول للعائلات اللي قد يتعرضون لمثل هذا أي حد جاكم تزوجت على ملعين وتركت وتجيكم أمرأ والله جيوا أحد وقالوا وقالوا كذاش فهذا هذا هو إن قالوا أسواق فأناها عنهم ملاه لا يريد به الخير على كل حال إذا ثبت الرضاع بشروطه وضوابطه وهين ثبتت المحرمية والرضاع النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرموا من الرضاع يعطي ما يحرموا بالنسب يغر من فم إلى فم حتى يثبت ونختار هون ندير شيء قد يعد ماهو كان بحتى بين اللي دين على أن الرضاع والله الرضاع في مجتمع البضان وإحنا متعارفين كثيرا ما يولفلف فيها شيء ما هو رضاع فعناها على أن احنا متعارفين وعشنا في الفرقان وعشنا في الدشور ونرى الرجل اخته اللي من تمه من تبوه والله من تخوه سلم عليه عادي اللي متراضي معاه لابدان يذارعوا كيف ذلك معناها على أن يولفلف فيه فهم شي فهم حد يعس منه الرضاع واعر إذا ثبت زينبها ونعمت إلى ما ثبت معناها على أنه ما ثبت ونقول للناس تقو الله في أنفسكم إذا ثبت الرضاع عندنا أربعة تركاء خمسة ستة إن شاء الله عشرة الزواج صحيح كل الذي كان قبل ثبوته صحيحا أنجبت تزوجت مثلا وتبين بالدليل على أن هذه المرأة هي متراضيين زواجنا صحيح أولادنا صحيحين لهنا نفصل بطلاق وكل الذي كان قبل ذلك فهو صحيح كأن شيئا لم يكن ومن الأحوط على أنه حتى إذا ثبت الرضاع بينا لن نسلم لذلك لا يدخل لنشفش من الأحوط قلت لسالة آخر نقول إن الله سبحانه وتعالى شرع هذا لنقال الرضاع شرع الشيء نقال الجوار شرع الشيء نقال النسب على أن علاقات الإسلام وعلاقات الجوار وعلاقات النسب وعلاقات الرضاعة كلها خيوط وخطوط أنشئها البالي سبحانه وتعالى ليعيش الناس في ويئام وفي محبة وفي مودة ولكن ذا اللي ظاهر في هذا الزمن التالي في زمان الان هذا خارق سمي الأمور ظاهرا أعلنها من الدين وهي ما هي من الدين كتابة لقنا نظر هدم العائلات وتدمير مستقبل مد لشائعة ما أنزل الله بها من سلطان ومعلوم عندنا في الأثار كفى بالمرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع هذا في مقدمة نسلم إياكم ما ظن فإننا ظن أكثر ما نعلم أن لا لسمع أحد يقوم يهري به يقول الله أن الناس قالوا أنهم يتقوا الله في أنفسهم إذا ثبت الرضاعة راه وثبت وعلى لمدة راجل في هذا الزمن يتزوج من عمره وأصل عنها شاع زواج وفي محيطه ومحيطها لو كانوا تراضى معها يعد قط كيف ينفوت خمس عمان وستة يجي واحد والله زي مرأة تقول شيء ما مطالح لا لكن لا يتواسط لعدم اللي هو عاد مترفدي يترفض على الترفيد أخرى مهم يدباس يدير على الوجه بعد ما ويروا إلى ذي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر